جو تيتشر تعليم بلا قيود وأخذنا برضو عنه قبل الأول الثانوي راح أعيد لكم هاي الأشياء اللي أخذناها بالإضافة لبعض المفاهيم الجديدة لأنه هذا الدرس درس بالتوجيه مهم جدا راح نشرح بالتوجيه بشكل مفصل أكثر بحكي تركيب المادة الوراثية أول إشي المادة الوراثية تتبع إلى مركبات عضوية تسمى الحمود النووية إذن تعدل المادة الوراثية نوع من أنواع الحمود النووية إيش الحمود النووية؟ الحمود النووية هي مركبات عضوية مركبات عضوية إيش هي مركبات عضوية أستاذ؟ راح نقوم بهذا الدرس كمان لحاله بالتوجيه بس فكرة بسيطة المركب العضوي هو أي مركب يحتوي على عنصر الكربون بالإضافة لعنصر الهايدروجين أول إشي أهم إشي الكربون ثاني ناليه وجود الهايدروجين فإذا أي مركب وجد فيه كربون مع هيدروجين سمي مركب عضوي فالحمود النووية فيها كربون وهايدروجين واحد بيجي بحكيه أستاذ بس كربون وهايدروجين فيها؟ لا فيها عناصر ثانية كمان فيها ناليه تروجين فيها فوسفور لكن هذول أهم اتنين هذول الاتنين إذن واجدوا العتوبر المركب مركب عضوي تمام؟ إذن الحمود النووية هي مركبات عضوية تعد من أنواع المركبات العضوية المركبات العضوية بالجسم أربع أن مركبات كاربوهايدرات ورح ندرسها بالتوجيه بإذن الله البروتينات ورح ندرسها بالتوجيه بإذن الله الليبيدات اللي حكيت لك عنها بحس تأسيس ثاني اللي الدهون اللي زي موجود بالغشاء البلازمي برضو رح ندرس الليبيدات في التوجيه بإذن الله وآخر مجموعة عضوية اللي هي الحموض النووية رح نشرح ستجدوا عنها وبنكملها بما التوجيه بإذن الله تعالى إذن الحموض النووية هي واحدة من مجموعات المركبات العضوية الأربعة إجباري مدام أركب عضوي إذن فيها عنصر الكربون وعنصر الهايدروجين الحموض النووية نوعين الحموض النووية نوعين DNA و RNA كلاهما يعد أحماض أمنية طب ليس منها نووية أخبناها بحصة التأسيس الأولى تسمى نووية أستاذ لأنه المادة الراثية DNA وال RNA هذولا موجودة بالنواة توجد بالخلية داخل النواة أخدناها حكت لك النواة هي مركز التحكم والسيطرة بالخلية وهي بتحتها على المادة الوراثية اللي هي الحموض النووية فلس منها هاي DNA وال RNA ليس منها حموض نووية لأنهم توجدان داخل النواة عشنا يكسمونني حموض نووية فأول نوع من الحموض الأمنية اللي هو DNA ثاني نوع من الحموض النووية اللي هو RNA طب إيش الفرق بينهم أو دي ن ايش يعني وRNA ش يعني الـ DNA هو عبارة عن حمض نووي رايبوزي رايبوزي يعني تحتوي على سكر الريبوز رايبوزي منقوص الأكسوجين هذا السكر بيكون فاقد ذرة أكسوجين منقوص الأكسوجين فاقد ذرة أكسوجين هذا الـ DNA الـ RNA هو حمض نووي رايبوزي إذن حمض نووي يحتوي على سكر الريبوز بس مش موقوص الأكسوجين إذن الـ DNA هو حمض نووي رايبوزي فاقد جزءء أكسوجين الـ RNA هو حمض نووي رايبوزي كامل الأكسوجين مش فاقد إشي طيب هذ اسمه بالعربي بالإنجلية زي أشي يعني الـ D DIOXERIBOSE DIOXERIBOSE معناها رايبوز ما موقوص الأكسوجين مثل أكسد الـ N Nucleic اللي هي نووي الـ A أسد اللي هي حمض فحمض نووي رايبوزي منقص الأكسجين اللي هي ديوكسي رايبو نيوكليك أسد طب الار ان اي نفسها بس بنشيل ديوكسي إذن بصير رايبو نيوكليك أسد حمض نووي رايبوزي رايبو نيوكليك أسد حمض نووي رايبوزي إذن رايبو نيوكليك أسد حمض نووي رايبوزي المصطلح بالانجليزي ممطلوب منك تمام مطلوب منك المصطلح بالعربي انه دي ايه حمض نووي رايبوزي معقوس الأكسجين والار ناي حمض نووي رايبوزي مش معقوس الأكسجين تمام؟ هاي اول اشي من حيث الاسم من حيث الاسم طيب لاحظ كلها ما بيحتيوا على سكر رايبوز هاي فيها سكر رايبوز وهاي فيها سكر رايبوز طبعا سكر رايبوز يعتبر من السكريات الخماسية ايش يعني الخماسية يعني الحلقة شكلها خماسي اللي بدكتير ترسم الرايبوز كشكل بنائي صيغة بنائية بيرتسم هيك هذا سكر رايبوز هو سكر خماسي يحتوي على خمس درات كربون طب سكر لغلوكوز سكر لغلوكوز يعتبر سكر سداسي عندما أرسم على صيغة سداسية هيك وهو في ست درات كربون هذا الإشي صادق لأ أولا ورح تأخذوا بدرس الكربوهايدرات بس أنا له هيك من باب معلومة أنه الرايبوز هو سكر خماسي الحلقة طبعته خماسية ويحتوي لخمس درات كربون لغلوكوز سداسي الحلقة تبعته وفي ست درات كربون هذا غلوكوز وهذا رايبوز طبعا في سكرات ثانية فيها ست درات كربون زي مثلا سكر الله مصد محمد لغلوكتوز كمان لغلوكتوز يحتوي على ست درات كربون عندي مثلا سكر الفريكتوز كمان فيه ست درات كربون لكن الشكل سداسي لكن إله خصائص رح نأخذها إن شاء الله بدرس التوجيه بإذن الله تعالى ما علينا إذن حكينا هما كلاوما يحتوي على سكر الرايبوز وهو سكر خماسي يحتوي على هذه خمس درات كربون طيب الوحدة البنائية طلع للحمود النووية سواء كان DNA أو RNA فيه إيش ببنيهم مين اللي ببنيهم يعني مثلا الحيط شو الوحدة البنائية تبعته الطوب حط طوبة على طوبة على طوبة على طوبة بعطيك حيط طيب الحمض النووي الرايبوز والديان اي مين اللي ببنيهم اللي ببنيهم هو النيو كليو تيدات فالنيو كليو تيدات هي الوحدة البنائية اللي بتبني الديان اي والارن اي هي الطوبة اللي بتبني الارن اي والديان اي كيف الحيط بنبنى من طوب الارن اي والديان اي ببنوا من مجموعة نيو كليو تيدات طيب ايش هو النيو كليو تيد طلع ايش هو النيو كليو تيد يا أستاذي حبيبي مما يتكون النيو كليو تيد النيو كليو تيد ومكوناته أول إشي بكون عندي مجموعة فوسفات مجموعة فوسفات P اللي هي عنصر P هاي فوسفات هذا الفوسفات مربوط مع سكر رايبوز خماسي هذا سكر رايبوز سكر رايبوز مربوط مع واحدة من القواعد النيتروجينية طيب شو ما القواعد النيتروجينية أستاذ هلأ رح نحكي عنهم إذا نوقع لك من امتحة كمرة مما يتكون النيكليوتيد يتكون النيكليوتيد من مجموعة فوسفات هاي رقم واحد اثنين من سكر رايبوز ثلاث من واحدة من أحد أنواع القواعد النيتروجينية والقواعد النيتروجينية أربع أنواع قاعدة النيتروجينية القاعدة النيتروجينية هي قاعدة يدخل في تركيبها عنصر النيتروجين إجباري إذن أي قاعدة النيتروجينية فيها عنصر النيتروجين القواعد النيتروجينية في الـ DNA وفي الـ RNA أربع بالـ RNA وأربع بالـ DNA ايش همال بالـ DNA اللي هي قاعدة النيتروجينية اسمها أدينين ورمزها A قاعدة الناتروجينية اسمها ثايمين ورمزها T قاعدة الناتروجينية اسمها سايتوسين ورمزها C قاعدة الناتروجينية اسمها جوانين ورمزها G إذن واحد من القواعد الناتروجينية إذا كان DNA قواعد الناتروجينية اللي هي أدنين ثايمين سايتوسين جوانين طب إذا كان RNA نفسهم بس بدالة T ثايمين بتصير قاعدة الناتوجينية اسمها يو يورسل إذن الـ RNA فيه أربع قواعد الناتوجينية أيضا أدينين يورسل يو سايتوسين غوانين إذن يا أستاذ النيوكليوتيد يتكون من مجموعة فوسفات مرتبطة مع سكر رايبوزي خماسي مرتبطة مع واحدة بس من القواعد الناتوجينية لو كان DNA هاي الواحدة إما بتكون A أو T أو C أو G طب لو كن نحكي عن RNA إما بتكون A أو U أو C أو G غير هذول الأربع ما فيه كل إنسان الـ DNA عنده فيه واحدة من هذول الأربع تمام؟ متكرر طبعا يعني ممكن يكون عنده أنا بالنيوكليوتيد الواحد فيه واحدة لكن الـ DNA فيه ملايين النيوكليوتيدات الـ DNA الواحد عشان الـ DNA ينبني ملايين النيوكليوتيدات بتنبذ الـ DNA كل النيوكليوتيد بيكون محتوى حرف واحد ممكن يجيك النيوكليوتيد فيه اللي وراه فيه اللي وراه فيه اللي وراه فيه اللي وراه في T هلأ رح ناخذ كيف إذن النيكلوتيدات هي الوحدة البنائية للحموض النووية RNA و DNA مكوناتها فوسفات مربوطة مع سكر رايبوزي مربوطة مع واحدة فقط من أنواع القواد الناتجنية لو كان DNA بتكون إما A أو T أو C أو G ولو كان RNA بتكون إما A أو U أو C أو G طيب نكمل أستاذ مقارنة بين DNA وال RNA الـ DNA يا حبيب قلبي يتكون غالباً من سلسلتين غالباً الـ DNA بتكون من سلسلتين وهدول السلسلتين في الإنسان تمام تتخذ شكل سلم حلزوني مزدوج يعني هيك هاي سلسلة DNA والسلسلة الثانية هيك هاي شكل الـ DNA إذن الـ DNA يتكون غالباً من سلسلتين هاي سلسلة وهاي سلسلة هاي سلسلة وهاي سلسلة تلتفان معاً بشكل حلزوني سلم حلزوني مزدوج سلم زي السلم حلزوني زي شكل حلزوني مزدوج لأنه سلسلتين تمام؟ طيب أطلق العلماء أستاذ على أطراف هاي السلاسل كالآتي هلأ هاي سلسلة إلها طرف بداية وإلها طرف نهاية والسلسلة الثانية نفس الإشي إلها طرف بداية وإلها طرف نهاية تمام؟ قال لي العلماء أستاذ سموها أسماء إلش الأسماء سموها إياهم؟ السلسلة الأولى سمووا لي الطرف تبعها الطرف أو النهائة ممكن سميها طرفين أو سميها نهايتين يعني ها نهاية وها نهاية ما دح تتكيرو أستاذ هاي بداية أسميها بداية وها نهاية لا بنسمي الطرفين نهايتين هاي الطرف بسميه نهاية 3 prime هيك رمزه هيك اسمه 3 prime ليش هستكمن شعب يحكي والطرف الأخير بسميه 5 prime السلسلة الثانية بتكون العكس تماما هنا بتكون 5 prime واللي وراها بتكون 3 prime إذن يكون امتداد سلسلة الديانة الأولى من نهاية 3 prime حتى نهاية 5 prime ويكون امتداد نهاية نهاية السلسلة الثانية من 5 prime حتى 3 prime عكسها بتكون تمام طب ليس سمعتهم 3 prime و 5 prime سمناهم 3 prime و 5 prime يا أستاذ لأنه بهذا الطرف بتكون ذرة الكربون الثالثة في سكر الريبوز مربوطة مع الOH مجموعة الOH اللي هي الهدروكسيل تمام أما الخمسة بتكون ذرة الكربون الخامسة بسكر الريبوز مربوطة مع الفوسفات تمام ما رح نفوت بهالتفاصيل بس الله ما نعرف لي أنه 3 prime نسمتها 3 prime لأنه ذرة الكربون الثالثة مربوطة مع الOH ليس سمتها 5 prime لأنه ذرة الكربون الخامسة مربوطة مع مجموعة الفوسفات إذن هنا لأنه ذرة الكربون الثالثة مربوطة مع الOH هنا لأنه ذرة الكربون الخامسة مربوطة مع الفوسفات هنا نفس إشي ليس سمت هذا الطرف أو هاي النهاية 5 prime لأنه هنا ذرة الكربون الخامسة مربوطة مع الفوسفات هنا ليس سمتها 3 prime لأنه هنا ذرة الكربون الثالثة مربوطة مع مجموعة الOH اللي هي الهايدروكسيد. تمام? تمام. فالبي فوسفات والاو اتش الهايدروكسيد. تمام? فالسلسلة بتكون من ثري برايم لفايف برايم. والسلسلة المقابلة معها العكسة من فايف برايم لثري برايم. اذا كل سلسلة لها طرفين نهايتين. فجزيء الديان اي الواحد. جزيء. طلع شو بقولك? الجزيء. الجزيء يعني بتكون من سلسلتان. ما في جزيء ديان اي ما بتكون من سلسلتان. جزيء الديان اي بتكون من سلسلتان. جزيء الديان اي بتكون من سلسلتان. جزيء ال تتخذان مящه سلم حالجوني مزدوج في الأنسان وفي كانت حي ثاني يأخذ نفس الشكل هذول السلسلتين كل سلسلة الليها طرفين نهايتين إذن الجزئات ديتي كم طرفي فيه اربعة. IR في اربع نهايات نهاية 3 escrever وآخرها 5 escrever والسلسلة ثانية بداية 3 sever إذن عندي نهايتين 3 Mess ونهايتين 5 هذه السلسلة ً السلسلة المقابلة العكس بدايتها 5 برايم و نهايتها 3 برايم تمام؟ يكونوا عكس بعض لقبال بعض ما بيجي 3 برايم و 3 برايم 3 برايم و قبلها 5 برايم امشي بالسلسلة هاي بتنتيه 5 برايم هاي بتملش ب 3 برايم هاي النهايات طيب أما الرن اي يا حبيب القلب الرن اي غالبا بتكون من سلسلة وحدة إذن غالبا الرن اي يتكون من سلسلة وحدة عدا بعض الكائنات مثل الفيروسات الفيروسات مش كلها بعضها بعض الفيروسات ممكن الدي اي يكون فيها العفوان الرن اي يكون فيها سلسلتين إذن أستاذ الرن اي بتكون غالبا من سلسلة وحدة أغلب الكائنات الحية الرن اي فيها سلسلة وحدة إلا عدد قليل من بعض أنواع الفيروسات الرن اي بيكون فيها سلسلتين طبعا الفيروسات ما فيها دي اي الفيروسات فيها بس رن اي احفظ لهذه النقطة أنا كإنسان نبتة فطريات حيوانات كلها تم عندهم دي اي ورن اي إحنا الإنسان عندنا دي اي ورن اي الفيروسات عندها بس رن اي ما عندها دي اي تمام؟ كمرة الإنسان النبات الحيوان الفطريات فيهم دي اي ورن اي أما الفيروسات فيها رن اي طيب بالإنسان الدي اي الوظيفة والرن اي الوظيفة رح ناخد وظيفة هذا وظيفة هذا طب بالفيروسات الفيروسات الارن اي الوظيفتين يعني هو يقوم بمقام وظيفة الدي اي كمرة بالإنسان والنبات والحيوان والفطريات فيهم دي اي الوظيفة وفيهم رن اي الوظيفة بعض أنواع الفيروسات بيكون فيها بس RNA ما فيها DNA طب هون سعيت هالRNA هو اللي بيقوم بالوظيفتين يعني يقوم بوظيفته ويقوم بوظيفة الـ DNA اللي مش موجود عندها طب شو ما هدول الوظائف طلع ايه شو ما هدول الوظائف وظائف وأهمية الحمود النووية الـ DNA أستاذ الـ DNA هو وظيفته هو بنقل صفات وراثية من الآباء للأبناء يعني أنت كيف طلعت صفاتك أخذ نصف DNA من الأب ونصف DNA من الأم طلعت الـ DNA تبعك طلعت صفاتك وراثية بين أبوك وأمك إذن الـ DNA هو وظيفته نقل الصفات الوراثية من الآباء للأبناء طب الـ RNA شو وظيفته الـ RNA مهم في القيام بعملية أخذنا الحصة الأولى بالتأسيس الأولى اللي هي بتقوم فيها الريبوسومات والريبوسومات تحتوي طبعا على نوع من أنواع الـ RNA مهم في القيام بعملية الترجمة اللي راح نأخذها بإذن الله بدرس التوجيه كامل للنسخ والترجمة لبناء البروتينات للجسم إذا أنا وقل لكم ابتحان أذكر وظيفة الـ DNA وظيفة الـ DNA نقل الصفات الوراثية من الآباء للأبناء أذكر وظيفة الـ RNA مهم في عملية الترجمة اللي راح نأخذها بشكل مفصل بالتوجيهي من أجل تصنيع البروتينات في الجسم طيب هذا الكائن الحي اللي عنده DNA وRNA طب الكائن الحي عنده بس RNA ساعتها الـ RNA بيقوم بالوظيفتين يعني زي الفيروسات عندها بس RNA ساعتها الـ RNA مهم في الفيروسات في عملية الترجمة اللي بناء البروتينات وأيضا بينقل صفات وراثية من الأبناء إذن الكائن الحي اللي عنده DNA وRNA هاي وظيفة الـ DNA وهاي وظيفة الـ RNA والكائنات الحية زي الفيروسات اللي عندها بس RNA ما عندها DNA هي بتقوم بالوظيفتين بتقوم بعملية الترجمة اللي بتصير بالريبوسومات لبناء البروتينات وحكيت لك الريبوسومات تحتها على RNA وتقوم بعملية الترجمة لبناء البروتينات وأيضا ساعتها RNA بانقل صفات يوراثية من الأباء للأبناء يعني يعد هو المادة يوراثية بالكائنات الحية زي الفيروسات تمام؟ أما بالإنسان RNA مش مادة يوراثية DNA هو المادة يوراثية هو بنقل صوات وراثية هو بنقل صوات وراثية هو المادة الوراثية المادة الوراثية لتنقل صوات وراثية من الأبناء أما الـ RNA هو ترجم لبناء البروتينات بالنسبة للكنات الحية لعندها الاثنين والنسبة للكنات الحية لفروسات اللي عندها بس RNA سعيتها الـ RNA هو اللي بيعمل الترجم لبناء البروتينات وهو أيضا مسؤول عن المادة وراثية يعتبر مادة وراثية لتنقل صوات وراثية من الأبناء طيب بعد هيك أستاذ نقارن بينهم من حيث عدل الأنواع الـ DNA إلو نوع واحد بس ما نلوش غيره هو DNA اسمه بس نوع واحد إلوه DNA ما إلو غيره الـ RNA إلو ثلاث أنواع ورح ناخدهم بالتفصيل شرح كل واحد فيهم وأهميته بإذن الله تعالى بمادة التوجيه بمادة الأول تنوين مشروحات تمام بس ما إلهم علاقة كبيرة بالتوجيه يعني شرحهم بالتوجيه خفيف جدا فما في دائرة عمق فيه وأعيد لك شرح حتى على الأول ثنوي تمام وإيه هي مش مطلوب منك بالتوجيه بالتوجيه المعروف تعرف أنواعهم بشكل بسيط تمام نيجع على أول نوع اللي هو اسمه mRNA اللي هو ماسنجر RNA اللي هو الرسالة اللي بينقل الرسالة تاعت الـ DNA وثاني نوع tRNA tRNA اللي هو الترانسفير الرنة اللي هو الرنة اللي بينقل المعلومات ناقل الرنة الناقل أو في ناس سميه translate RNA اللي هو المترجم اللي يقوم بعمية الترجمة والنوع الثالث rRNA الرRNA هذا اللي بيبني الريبوسومات اللي هو الرنة اللي موجود في الريبوسومات اللي بتصير في عمية الترجمة اللي ببناء البروتينات لا سمتها r اللي هي موجودة في الريبوسومات فهاي r اللي هي موجودة في الريبوسومات بسميها ريبوسومة الرنة اللي هو الرنة ريبوسومي اللي موجود في الريبوسومات وقوم بتوصيل الرسالة التي ار ان اي اللي هو المترجم ترانس او ترانسفير ار ان اي اللي هو المترجم او الناقل اللي بترجم النساء الرسالة او اللي بنقل الرسالة تمام بنقلها من الام ار ان اي طبعا والار ار ان اي اللي هو الار ان اي اللي بيكون الريبوسومات موجود في الريبوسومات في الوحدة البنائية الكبيرة والوحدة البنائية الصغيرة اذا تحتوي الوحدة البنائية الكبيرة والوحدة البنائية الصغيرة في الريبوسومات على حمض نوه الرن اي رايبوسومة الرن اي الرن اي رايبوسومي ليش سمناها هيك لأنه موجود في الريبوسومات كل واحد إذن شرحوا بالتوجيه بالأول ثانه مشروحات كثير ما راح أتوسع بشرحهم للمش مطلوب التوجيه مطلوب التوجيه بس تعرف أنه هاد الرن اي اللي بأخذ الرسالة من الدين اي ممكن أسميه رسالة أو أسميه الرسول وهو الذي يحدث له الترجمة هذا اللي بتم ترجمة عشان أقبل البروتينات الرن اي هو اللي بتم ترجمته عشان أقبل البروتينات الرن اي اللي هو الناقل أو المترجم دير بالك الرن اي هو الذي يحدث له الترجمة الرن اي هو الذي يقوم بالترجمة المترجم إذن الرن اي مترجم يعني هو الذي يحدث له عمية الترجمة الرن اي مترجم هذا مترجم هذا مترجم المرنة مترجم هو اللي بيصير له عمية الترجمة عشان نقبل البروتينات التي ارنة هو اللي بترجم المرنة هو اللي بيقوم عمية الترجمته إذن المرنة مترجم هو من يحدث له عمية الترجمة التي ارنة المترجم هو اللي يقوم بعمية الترجمة والررنة اللي هو الريبوسومي ريبوسومي ليش سمنها ريبوسومي لأنه موجود في الرنة في الريبوسومات هذا النوع من الارن اي موجود في الريبوسومات تمام اما الديان اي نوع واحد بس الان ديان اي نوع واحد بس هو ديان اي الارن اي ثلاث انواع ام ارن اي اللي هو الارن اي الرسول او رسالي وهو من يحط له عملية الترجمة مترجم التي ارن اي اللي هو اه الترانسفير او ترانسليت ارن اي اللي هو الناقل او المترجم هو الذي يقوم بعملية الترجمة والار ارن اي اللي هو الريبوسومة الRNA اللي هو موجود في الريبورسومات موجود في الوحدة البنائية الكبيرة والصغيرة طيب قاررنا كمان بينهم أستاذ يعني عشان المرة كان مرة الإعادة الDNA والRNA كلاهما أشر وحدة البنائية تبعتهم نيوكليوتيذات مين اللي ببني الDNA مين ببني سلاسلة الDNA نيوكليوتيذات مين ببني سلسلة الRNA نيوكليوتيذات كمان إذن شو الوحدة البنائية للحموض النووية سواء كانت DNA أو RNA الوحدة البنائية هي نيوكليوتيذات إيش أنواع القواعد الناتروجينية للنيوكليوتيذات هون النيوكليوتيذات بكون محتوي على أدينين أو ثايمين أو سايتوسين أو جوانين النيوكليوتيذات في الRNA بتكون تحتوي على أدينين أو يورسل بدل التي ما في تي بالRNA ما في تي وبالDNA ما في U التي والU عكس بعض تي بالDNA U بالRNA إذن بالRNA عندي أدينين يو يورسل و سي ساتوسين و جي غوانين تمام؟ إذن النيوكلوتيدات التي تصنع سلاسل الـ RNA فيها أدنين أو يورسل أو ساتوسين أو غوانين وحد منهم بكل نيوكلوتيد النيوكلوتيدات التي تبني سلاسل الـ DNA فيها أدنين أو ثايمين أو ساتوسين أو غوانين وحد منهم بكل نيوكلوتيد طب أستاذ القواعد الناترجينية هاي هي قواعد لسمة ناترجينية لأنه يدخل فيها عنصر الناترجين يعني الأدنين يدخل فيها عنصر الناترجين الثايمين يدخل فيها عنصر الناتروجيني الساتيوسين يدخل فيها عنصر الناتروجين الإيجوانين يدخل فيها عنصر الناتروجين اليورالسين يدخل فيها عنصر الناتروجين هاي قوعة الناتروجينية إجبال يدخل فيها عنصر الناتروجين قسموها العلماء لنوعين اعتمادا على عد الحلقات التي تشكلها الأدينين والإيجوانين كل واحد فيهم بتكون من حلقتين حلقة سداسية مربوطة مع حلقة خماسية حلقة سداسية مربوطة مع حلقة هيك خماسية هاي الحلقة السداسية وهي خماسية هاي عدل أجيب تعد هاي 1 2 3 4 5 هاي خماسية طب تعال عدل سداسية هاي 1 2 3 4 5 6 هاي لاحظ هاي الحلقة المشتركة بين التنتين تمام إذن الأدينين والإقوانين كل واحد فيهم عبارة عن قاعدة ناترجينية تتكون بناءها من حلقتين حلقة سداسية مع خماسية تمام واسموها العلماء البيورينات 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 إذن مين بتضم بتضم ال-A و ال-G وهي القواعد الناترجينية التي تتكون من حلقتين سداسية منزقة بخماسية طيب الأنواع الثانية اللي هم مين اللي هم السي سايتوسين وال-T الثايمين وال-U اللي يرسل هذولا كل واحدة فيهم اللي بيبنيها بس حلقة واحدة تبنى إذن من حلقة واحدة سداسية 1 2 3 4 5 6 بيكون حلقة واحدة سداسية بس وهذولا سموهم العلماء البيوري مي دينات البيوري مي دينات إذن ماذا تسمى القواعد الناترجينية اللي بتتكون من حلقة واحدة القواعد الناترجينية اللي بتتكون من حلقة واحدة طبعا الحلقة السداسية القواعد الناترجينية بتتكون من حلقة واحدة اللي هم السي والتي واليو بسميهم البيوري مي دينات والقواعد الناتروجينية اللي بتتكون من حلقتين اللي هي حلقة سداسية ملتحمة مع خماسية اللي هي بتضم القواعد الناتروجينية A والقواعد الناتروجينية G بسميها البيورينات إذن البيورينات هي قواعد ناتروجينية تتكون من حلقتين حلقة سداسية ملتحمة مع خماسية وتضم القواعد الناتروجينية الدينين والقواعد الناتروجينية جوانين والبيرميدينات هي قواعد ناتروجينية تتكون من حلقة واحدة فقط سداسية وتضم السايتوسين والثايمين واليورسل تمام؟ فإذن تقسم القواعد الناتروجينية حسب عدد الحلقات اللي بتكونها لنوعين إما بيورينات وهي بتكون من حلقتين سداسيمة وخماسية زي الجوانين والأدينين وإما من حلقة واحدة اللي هي البرميدينات زي الثايمين والثايتوسين واليورسل طيب اللي اكتشف يا أستاذ يا حبيبي شكل الـ DNA اللي اكتشف أنه شكل الـ DNA سلم حلزوني مزدوج هيك اللي اكتشف أنه الـ DNA سلم حلزوني مزدوج تمام؟ وحكى لأنه كل سلسلة إيها طرفين السلسلة الأولى من ثري برايم وامتدادها بخلص لفايف برايم والسلسلة المقابلة لها امتدادها من النهاية ثري برايم وبتخلص بثري برايم اللي اكتشف هذا التركيب وصنع تركيب يحاكي هذا الشكل هما عالمان اسمهم واتسون وكريك تمام؟ إذن واتسون and kreek العالمان اللي اكتشفوا نموذج الـ DNA إنه بتكون من حلقتين تلتفان معاً بشكل سلم حلزوني مزدوج هما العالمان واتسون and kreek واتسون and kreek الكريك بتعرفوا إيش الكريك ما تنساهاش الكريك تاع الحفر وتاع الأراضي والشغلات هاي إذن واتسون وكريك هما اللي اكتشفوا نموذج الـ DNA هما اللي اتوصلوا للشكل الـ DNA طيب بعد هيك اجا عندي عالم ثاني اجا عالم اسمه تشارغاف عالم اسمه تشارغاف وضع قاعدة سماها باسمه طلع ما احلى لانه اكتشفها سماها باسمه انت اكتشف لك ايش وسمياها باسمك تشارغاف اكتشف قاعدة وسمها باسمه كيف هو اللي اختراعها سماها قاعدة تشارغاف على ماذا تنص قاعدة تشارغاف تشارغاف بيقول لي انه نسبة عدد البيورينات في جزئة الدي اناي تساوي نسبة عدد البيورينات في الدي اناي وهي ثابتة لازم كل دي اناي يكون 50% من مكوناته ببيورينات و 50% من مكوناته ببيورينات اذا قاعد تشور قاف شو تحكي لي انه نسبة عدد البيورينات تساوي دائما نسبة عدد البيورينات البيورينات اذا دائما نسبة عدد البيورينات تساوي دائما نسبة عدد البيورينات وهي نسبة ثابتة شو هي النسبة اي دي اناي اجبار يكون فيه 50% ببيورينات و 50% ببيورينات اذا اي دي اناي اجبار يكون فيه 50% ببيورينات و 50% ببيورينات خلانا نتحقق من هذا الاشي كيف نتحقق من هذا الاشي طلع كيف بشكل سؤال ايجي قلتلك جزي دي انا جزي دي انا يحتوي على اربعمائة نيوكليوتيد طبعا هذا العدد الافتراضي يعني هو مش شرط هو عدد اكثر من هيك بكثير جزي دي انا يحتوي على اربعمائة نيوكليوتيد كان منها نيوكليوتيدات تحتوي على ا اللي هي الادنين مية وعشرين تمام فكم عدد الانواع المتبقية وكم نسبة البايورينات والبيرميدينات طلعوا يلكوا استاد قبل انحل هذا السؤال في معلومة دعطك اياها قبل انحل هذا السؤال في معلومة دعطك اياها ماش المعلومة بتحكيلي المعلومة بتحكيلي استاد انه بالدي انا اي مش الدي انا اي بتكون من سلسلتين سلسلتين ملتفات بشكل حلزوني مزدوج هيك تمام انا هسا لتسهيل الدراسة تمام ما رح اسمه بشكل حلزوني مزدوج نرسمهم بخطة نفصلهم عن بعضنا نفصلهم هاي نفس الشكل هاي بس فصلتهم لتسهيل الدراسة فقتل غير على فرض ايجي قلتلك مش احنا قلنا الوحدة البنائية للدي انا اي والارن اي نيوكليوتي دات فسلاسل الدي انا اي اجبالة تتكون من الطوبة تبعها مية الطوبة تبعها نيوكليوتي دات نيجي نرسم استاد هاي الطوبة بعدها شوي عنها هيك نيجي نرسم النيوكليوتي دات اللي هي الطوبة اللي ببني الدي انا اي اول ايش النيوكليوتي د بكون فوسفات مربوط مع سكر رايبوزي خماسي مربوط مع احد القواعد النتجين افرض مربوط مع اي فوسفات تحتية كمان نيوكليوتي دات هو السلسل العبارة عن النيوكليوتي دات بكون كثير عدد كبير ملايين النيوكليوتي دات مع سكر رايبوزي خماسي مربوط مثلا مع قادر نتجنية سي فوسفات مربوط مع سكر رايبوزي خماسي مثلا مربوط كمان مرة مع سي فوسفات مربوط مع سكر رايبوزي خماسي مثلا مربوط مع تي فوسفات مربوط مع سكر رايبوزي خماسي مربوط مع قادر نتجنية جي لاحظ ما حطيت U لأن أنا قاعد أحكي لك عن DNA ما في U السلسل المقابلها هما سلاسل ملتفات شكل حلزوني لكن أنا فكيتهم عشان تسليل الشرح السلسل المقابلها بتكون كالاتي إجباري نفس إشي نيكلوتيدات أول إشي فوسفات مربوطة مع سكر رايبوزي خماسي مربوطة مع قاعدة ناتجنية مدام هنا A إجباري يكون قبلها T دائماً الأي والتي مربوطات مع بعض دائماً الأي والتي مربوطات مع بعض طيب السي والجي مربوطات مع بعض دائماً كمان هون كمان مرة فوسفات مربوطة مع سكر رايبوزي خماسي مدام عندك سي هون مربوطة مع جي نفس إشي هون عندي فوسفات مربوطة مع سكر رايبوزي خماسي عندي سي إذن مربوطة مع جي هون عندي فوسفات مربوطة مع سكر رايبوزي خماسي نيكلوتيد هاد في أحد القاعدة ناتجنية إذا هون عندي T معتها القاعدة ناتجنية موجودة هون A دائماً التي مقابلها A ال-A مقابلها T ال-C مقابلها G ال-G مقابلها C يعني هون هاي السلسلة لو هاي السلسلة هون فرض فيها أدنين هاي فيها ثايمين هاي السلسلة فيها سايتوسين هون فيها قوانين هاي السلسلة فيها قوانين هاي السلسلة فيها سايتوسين هون عندي ثايمين هون عندي أدنين هون عندي ثايمين هون عندي أدنين هون عندي أدنين هون عندي ثايمين ولاحظ مرة سمتيولة أنه هذا DNA طيب هون عندي G السلسلة المقابلة حتكون انيوكلوتيد تبعها فوسفات مربوط مع سكر رايبوزي خماسي مربوط مع قاعدة ناتروجينية G اجباري طيب بارتبط القواعد الناتروجينية حبيبي القاعدة الناتروجينية A مع القاعدة الناتروجينية T بارتبطه من خلال روابط 2 هاي الروابط بسميها روابط هيدروجينية روابط هيدروجينية الروابط كثير انواع راح توقف بتوجيه كثير انواع روابط رابطة ايونية رابطة هيدروجينية رابطة بيبتدية رابطة استرية رابطة ضعيفة زي قوة فاندرفال رح نأخذهم كلهم تمام بإذن الله تعالى كمسميات بس ما رح نفوت تفاصيلهم بس كمسميات إذن القاعد الناتوجينية بهذا النيوكلوتيد مع القاعد الناتوجينية بهذا النيوكلوتيد هذا هيك نيوكلوتيد وهذا هيك نيوكلوتيد القاعدتين الناتوجينيتين بهذا النيوكلوتيد مع هذا النيوكلوتيد برتبطه بخلال رابطتين هيدروجينيتين طيب هون نفس اشي هاي نيكلوتيد ومقابلها فيه كمان نيكلوتيد هون قاعدة ناتوجينية C هون قاعدة ناتوجينية G برتبطه مع بعض من خلال ثلاث روابط هيدروجينية نفس اشي هون قاعدة ناتوجينية C قاعدة ناتوجينية G بينهم ثلاث روابط هيدروجينية هون T ومقابلها A قاعدة رابطين هيدروجينيتين هون G نعمل هاي C بس لانه كنا عاملينها إذن هون لأنه جي هون مقابلها سي إجباري والسي والجي كم رابطة يا حبيب قلبي بينهم ثلاث روابط إذن دائما أستاذ نيجي هون نعمل هون يلا هاي سلسلتان ديان اي ملتفات مع بعض الشكل حالزوني اللي هو لبي مين اللي بربط السلسلتان عشان يظلهم ملتفات لو ما هاي الروابط السلاسة بتنفك إيش يا الروابط على هون عندي ايه السلسل مقابلها عندي تي بينهم رابطين هون عندي سي هون عندي جي السلسل الروابط اللي بينهم ثلاث روابط هيدروجنية هون جي هون سي ثلاث روابط هيدروجنية هون تي هون اي رابطين هون تي هون اي رابطين هون اي هون تي رابطين إذن ترتبط السلسلة تاعة الديان اي اليمين مع السلسلة تاعة الديان اي الاشمال بشكل حالزوني مزدوج واللي بربطهم روابط هيدروجنية بتربط القاعد الناتروجنية بالنيكلوتيدي بالسلسلة هاي مع القاعد الناتروجنية بالنيوكليوتيد بالسلسلة هاي زي هيك هاي هذا النيوكليوتيد بالسلسلة هاي وهذا النيوكليوتيد بالسلسلة هاي فترتبط القاعد الناتروجنية A بالنيوكليوتيد هذا مع القاعد الناتروجنية T بالنيوكليوتيد هذا من خلال رابطين هيدروجنيتين كمرة هذا النيوكليوتيد بالسلسلة هاي وهذا النيوكليوتيد بالسلسلة الأخرى المقابلة له هون عندي سايتوسين وهون عندي جوانين برتبط مع بعض من خلال التراث روابط هيدروجينية تمام؟ تمام طيب الدي انا استاذ بينه وبين بعض النيوكليوتيدات اللي ورا بعض انا هون حكيت لك اللي بربط النيوكليوتيد مع النيوكليوتيد مقابل له هذا النيوكليوتيد مع النيوكليوتيد مقابل له روابط هيدروجينية النيوكليوتيد مع النيوكليوتيد مقابل له روابط هيدروجينية بين A والT رابطتين بين C والG ثلاثة روابط طيب اللي بربط النيكلوتيدات اللي ورا بعض ايش اللي بربط النيكلوتيدات اللي ورا بعض مش اللي قبال بعض اللي بربطهم يا حبيب قلبي اللي بربطهم أستاذ روابط فوسفاتية فوسفاتية لأنها جايبة للفوسفات بتكون ثنائية الإستر بنسميها كامرة اللي بربطهم هاي P وبانهم بكون رابطين رح نوضحها بشكل أكتر بالتوجيه فعليا ما بتكون هيك رابطين بتكون واحدة مربوطة معها هون والاحدة مربوطة معها هون فهي رابطين كل بي فيها رابطين رابط مع النيكلوتيد القبريها ورابط مع النيكلوت puổi البعديها تمام فخليها لأقوم نحكي أنا هي بالتفاصيل إن شاء الله ما توجيه ما بدي أكدا تفوت فيها من هسه إذن كامرة بين كل نيكلوتيد وملكوتيد ما للتابع له رابطتين بين كل النيكوليود مليو אלيكوليود متابع له رابطيين بين كل النيكوليود وراء متابع له رابطيين شو انواع هاي الروابط؟ هاي بسميها روابط فوسفاتية لسسلتها فوسفاتية لانوجودها بالفوسفات ثنائية ل hoc Leben لان تحديدها رابطين ثنائية الاستر الاستر نوعها استر حكيت لك فيه روابط بيبتدية روابط هادجنيبة و هوا روابطستيرية روابط غلايكوسيدي كلها رح نقوم بها بالتوجيه كمسميات بس لا تخاف ما رح نفوت تفاصيلها بس كمسميات إذن اللي بربط نيوكليوتيد مع نيوكليوتيد مجاور له هاي سلسلة وهاي سلسلة النيوكليوتيد اللي هون يرتبط مع النيوكليوتيد اللي هون بروابط هيدروجينية إذا كانت هون عندي T وهون A رابطين إذا هون عندي C وهون G ثلاث روابط طيب والذي يربط نيوكليوتيد مع نيوكليوتيد تحتيه بنفس السلسلة رابطتين فوسفاتية ثنائية الإستر إذن رابطتين عندي إذن بسميها رابطة فوسفاتية ثنائية الإستر لأنه تنتين وسمناها فوسفاتية لأنها جاي بين مجموعات الفوسفات ال-P وال-P طيب بناءنا عليه بال-DNA وين ما فيه A لازم فيه T وين ما فيه C لازم فيه G فإذا كان عدد ال-A 40 ما عدد ال-T 40 إذا كان عدد ال-C 15 ما عدد ال-G 15 جبأري تمام؟ نرجع على السؤال اللي كتبناه شو السؤال بقول لي؟ جزيء DNA يحتوي على 400 نيوكليوتيد كان منها نيوكليوتيدات تحتوي على الأدينين بعدد 120 فكم عدد الأنواع المتبقية وكم نسبة البيورينات والبيرميدينات طلع لي أستاذ هو حكالك أن نسب عدد الأي يساوي كم 120 مين برتبط مع الأي دائما؟ التي فإذن عدد التي أيضا يساوي 120 مع بعض الاثنين كم عددهم؟ 240 العدد التوتالي كامل أعطاكيها كم 400 فتحكي له التوتال كامل 400 ناقص اللي هي الأي والتي 240 وتساوي 160 ضل 160 160 هذول لمن؟ 160 للسي وللجي طب كم للسي وللجي؟ قد بعض وانما في سي قبلها جي وانما في جي قبلها سي فإذن طلع عدد 160 ضل حيكون منها 80 للسي وثمانين للجي إذن كم عدد الأنواع المتبقية لكل نوع؟ كم عدد الأنواع المتبقية؟ الأي حكي لك إياها 120 هو أوردي السؤال التي تحكي له 120 السي طلعت 80 والجي طلعت 80 طب كم نسبة البيروينات والبرميدينات؟ حكيت لك أنا أقول لشوي تشارقاف شو حكي لي؟ إنه نسبة البيروينات إلى نسبة البرميدينات ثابتة 50% بيروينات و50% بيرميدينات طيب أستاذ العدد لكل أربعمية حيكون عندي 200 نوع تتبع للبيورينات و 200 نوع تتبع للبرميدينات البرميدينات خلني نتأكد طيب مين البيروينات؟ البرميدينات اللي هي الأي والجي الأي كم كانت؟ 120 طب والجي كم طلعت؟ 80 120A و 80G هاي 200 اللي هي البرميدينات طب البرميدينات مين بتضم؟ بتضم التي والسي واليو إذا كان R&A أنا سمع بحكي عن R&A أنا إذن التي والسي لازم يكون مجموعة 200 خلني نجمع التي والسي التي 120 والسي 80 إذن 120 زائت 200 إذن كما طلعتها 200 إذن كيف تحققنا على البيورينات والبرميدينات؟ أنا بقول لك تشارغاف قللي إنه دائما نسبة البيورينات إلى نسبة البيورينات ثابتة 50% بالDNA برميدينات و 50% من الDNA ببيورينات البيورينات مين هي؟ البيورينات اللي هي الأي والجي البيورينات مين هي؟ الـC والT والـU الـU إذا كان R&A بس أسنة قدرس هذا عن DNA السؤال عن DNA طيب هنتأكد نيجي على البيورينات البيورينات بتضم الأدينين والقوانين الأدينين اللي هي الأي 120 والقوانين اللي هي الـG 80 إذن 200 نيجي على البيورينات البيورينات اللي هي الـC والT بالنسبة للDNA الـC 80 والT 120 120 زائت 80 200 إذن البيورينات 200 إذن العدد التوتل اللي طلع 400 200 للبيورينات اللي هي بتضم الـG زائد الأي و 200 البرميدينات اللي هي بتضم الت زائد الس تمام؟ تمام ممكن مراتي يجب لك سؤال كالآتي سؤال في دي انا اي في جزي دي انا اي يحتوي على عدد نيوكليوتي دات 400 او 200 هنحطها عشان ما تفكرينها دايما 400 200 وكان عدد لقوانين اللي هي الجي يعني فيها وكان عدد لقوانين فيها يساوي مثلا 60 يلتبع بالانجليش يساوي 60 اذا عدد لقوانين يساوي 60 طلع السؤال فما نسبة نسبة بدي السؤال بده نسبة فما نسبة الأدينين به اللي هي الآي يعني فما نسبة الأدينين به لاحظ السؤال عطاك عدد وطلب نسبة النسبة لازم يكون نسبة مئوية شو بنحكي؟ أول شيء خلنا نطلع عدد A خلنا نطلع عدد A بعد نحاول النسبة عدد لقوانين 60 إذن الجي تساوي 60 هاي عدد إذن عدد السي لنسي مع الجي دايماً يساوي 60 مع بعض الثنتين مئو عشرين العدد التوتالي مئتين بنحكي مئتين ناقص مئو عشرين وتساوي ثمانين الثمانين هاي لمن؟ الثمانين للـ A و للـ T نصها للـ A ونصها للـ T فالـ A أربعين والـ T أربعين تمام؟ تمام إذن طلع معي عدد الـ A أربعين السؤال ما طلب عدد الـ A طلب نسبة الـ A ففي قانون شو القانون بحكي لي أستاذ؟ قانون نسبة القاعدة اللي أنا بدي إياها يساوي عدد القاعدة على العدد الكلي ضرب 100% إذن نسبة القاعدة اللي أنا بدي إياها أنا بدي A تساوي عدد القاعدة إذن عدد A على العدد الكلي ضرب 100% طب أنا بدي نسبة من؟ أنا بدي نسبة الأدينين فبنحكي له نسبة الـ A تساوي عدد الا على العدد الكل ضرب 100 بالمية نسبة الا احنا نطلعها فبتحكي نسبة الا تساوي عدد الا كم طلع معاي طلع 40 عدد الا طلع 40 العدد الكل 200 على 200 ضرب 100 بالمية 0 0 تقوم المية بروح مع 0 0 تقوم الميتين ضرب 90 على 2 وتساوي 20 بالمية organizational اذا نسبة الا تساوي 20 بالمية اذا طلعت نسبة الا تساوي 20 بالمية تمام اذا عدد الا 40 من اصل 200 عدد الا طلع معاي 41 ا من اصل 200 كم من نسبتها يعني نسبتها 20 بالمية بتشكل من عدد القواعد طب اذا الا 20 بالمية معاها تتي كمان 20 بالمية اذا الا والتي 20% 20% هاي 40% كم لو سألك كم نسبة الجي تحكيلي إذا الـ A 20% T 20% هذول مع بعض 40% بنحكي 100% نقص 40% ضل 60% الـ 60% نصها للجي ونصها للـ C فالجي طلع 30% والـ C طلع 30% واحدة من البرونات مع واحدة من البرمدينات بطلعه 50-50 يعني البرونات اللي هي الـ A والجي الـ A طلعه 20% معاته الـ G 30% بطلعه 50% البرمدينات الـ T طلعت 20% لأنه الـ T زي الـ A الـ T طلعت 20% معاته الـ C 30% ما بعض 50% تمام؟ فيه هلأ سؤال موجوده دوسيرها محلو مع بعض ممكن يعطيك سؤال طريقة ثانية وهي الطريقة الأخيرة شو هي الطريقة الأخيرة؟ اللي بقول لك DNA جزء DNA يحتوي على 300 نيوكليوتيد وكان وكان نسبة طلعه هولا أعطاني هنمرة هو أعطاني النسبة وكان نسبة الـ T اللي هي الـ الثايمين فيها 15% إذا نسبة الـ T 15% فكم عدد فكم عدد السي فكم عدد السي طبع مني كم عدد السي إذا السؤال أعطاك العدد التوتالي للنيوكليوتيد في الـ DNA أعطاني العدد التوتالي 300 نيوكليوتيد في هذا الـ DNA من 300 نيوكليوتيد نسبة الـ T بهاي الـ 300 15% أعطاك نسبة فما عدد السي بهدولا الـ 300 من الـ 300 كم عدد فيه سي ما بدي نسبة بدي عدد نفس القانون بتحكي لي أستاذ نسبة القاعد المطلوبة تساوي عدد القاعد المطلوبة على العدد الكلي تمام ضرب 100% إيش يعني بالـ 100% المـ 100% أنا هسا هالمرة بدأ أحول من نسبة لعدد يعني هالمرة الجواب لازم يطلع بدون بالمية هالمرة بدي يطلع الجواب عدد يعني بدون بالمية فساعة ما في داعي أستخدم المي بالمية لأنك أنت نسبة بدأك تحولها لعدد تمام هو أعطاك نسبة مئوية بدأك تطلع عدد فما في داعي أضرب 100% لأنه ما بدأت طلع نسبة بدأت طلع عدد إذن لما ذلك السؤال أعطاك عدد بدأت طلع نسبة نفس هذا القانون بس بتعمل له ضرب 100% هذا السؤال ما تستخدمه القانون إذا أعطاك عدد بدأت طلع نسبة نعمل 100% لأنه نسبة بالمئوية طب السؤال اللي أعطاكها بالعكس أعطاك نسبة وتطلع عدد ما تضرب 100% نفس القانون بس ما تضرب 100% تمام إذن القانون إذا بدأت عدد للنسبة بستخدم نفس القانون بضرمية بالمية من نسبة لعدد نفس القانون ما بضرمية بالمية احنا السؤال اعطاني نسبة بديننا اطلع عدد فبنحكي نسبة القاعدة تساوي على القاعدة المطلوبة على العدل الكلي طيب نسبة القاعدة ما اعطنيش شيئها كده اطلعها طلع كده ما اطلعها هون اذا نسبة T 15 نسبة T تساوي 15 بالمية مين اللي مربوط مع T دائما ال A إذن نسبة الأي تساوي 15% مع بعض الثنتين ثلاثين بالمية طيب 100% ناقص ثلاثين بالمية تساوي سبعين بالمية السبعين بالمية هلو مين؟ السبعين بالمية مقسومة لقاعدتين اللي ظلوا مين هما؟ للجي والسي مقسومة للجي والسي بالنص بالضبط لأنه وين ما فيه جي قبالها سي إجباري فكادهم يطلعوا سبعين بالمية معاته الجي تساوي 35% والسي تساوي 35% إذن هيك طلعوا نسبة السي طلعوا نسبة السي نيجي على القانون أنا بدي عدد سي نحكي له إذن نسبة سي تساوي عدد سي على العدد الكلي نسبة سي كما أعطاكها السؤال أعطاكها 35% إيش يعني 35% أستاذ؟ 35% معناها 35 على 100 هاي معناها 35% 35% هاي معناها 35 على 100 وتساوي عدد سي اللي أنا بدي أطلعه السؤال طالبه بتحكي له عدد سي العدد الكلي التوتل كما أعطاك إياها يحتوي على 300 نيوكلوتيد إذن العدد نيوكلوتيد كامل 300 إذن على 300 نعمل هلأ ضرب تبادلي ضرب تبادلي شو اللي هو؟ عدد سي ضرب 100 قسم هون على 100 وقسم هون على 100 قسم كل الطرفين على 100 شو بنعمل بعد هيك؟ 100 هاي مع المية هاي بتروح الصفر هاي مع الصفر هاي بتروح مع الصفر هاي مع الصفر هاي يبادل عندي 35 ضرب 3 35 ضرب 3 اللي هي 35 زال 35 ضرب 3 يعني بتطلع 905 بتطلع صح؟ إذن عدد سي يساوي 35 ضرب 3 اللي هي 105 إذن طالب معايا عدد سي 105 طب إذا عدد سي 105 الجي كم بتكون؟ برضو الجي 105 برضو الجي 105 إذن السي 105 والجي 105 60 مع بعض 210 210 من 300 كم ضل؟ ضل 90 90 بتكون نصها للاي ونصها للاي يعني عدد اي حيكون 45 وعدد تي حيكون 45 إذن كمرة عدد سي طلع معايا 105 من أصل 300 هو هاي طلبة خلاص هيك انت هنا عن الحل بس أنا بكمل لك عشان تتأكد الجي أيضا 105 كلاهما وبعض 210 210 من أصل 300 كم ضل يعني؟ أخذنا من 300 و110 ضل 90 90 للاي نصها للاي ونصها للاي ونصها للاي تي إذن الاي 45 والتي 45 طب لو حكالك كم عدد البيورينات والبرميدينات؟ هما 300 صح؟ إجباري يكون البيورينات 150 والبرميدينات 150 اعتماد عن علاقات شارغاف اللي بتحكيلي نسبة البيورينات البرميدينات ونسبة البيورينات ثابتة 500 و 500 فهما 300 حيكون 150 منهم بيورينات و 150 منهم برميدينات طب مين البيرورينات؟ البيورينات اللي هي الجي الهي 105 مع الـ الهي 45 حلنا زيه بطلع 105 و 45 ميوugمسين طب مين البرميدينات؟ ال البرميدينات اللي هي الـ 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 التاهي 45 بطلع ميو وخمسين كمان إذن بطلع 150 بيرينات و 150 بيرمدينات البييرينات اللي هي A زائد الجي البرمدينات اللي هي C زائد T وفيه سؤال زيه هسا بالدوسية راح نفرجيكم إياه هيك ما خلصتنا بإذن الله نروح على الدوسية هاي عنا الدوسية طب هون فتنا أستاذ على دوسية التأسيس للدرس تبعنا اللي هو تركيب المادة وراثية حبايبنا الجيل العظيم جيل 2006 درس تركيب المادة الوراثية تمام؟ أنا وشو بحكي لي حكينا أنه الحموض النووية تعد من المركبات العضوية إيش هم مركبات العضوية لازم يكون فيها عنصر السي وعنصر الاتش كربونوهايدروجين التي سندرسها لاحقا من التفصيل حكينا في عندي أربع مجموعة عضوية الكربوهايدرات راح ندرسها البروتينات راح ندرسها اللي بيدات اللي هي الدهون راح ندرسها والحموض النووية هس أخذنا جزء منها بسيط وبماد التوجيه حنكمل عليها أكثر والوحدة البنائية لهاي الحموض النووية اللي هي النيوكليوتيدات اللي ببنيها مين اللي ببني الحموض النووية؟ النيوكليوتيدات مين اللي ببني الحيط؟ الطوب مين اللي ببني الـ DNA والـ RNA؟ النيوكليوتيدات فالنيوكليوتيدات هي مثابة الطوب للـ DNA والـ RNA بنبنوا من النيوكليوتيدات إذن تبنى سلاسل الـ DNA والـ RNA اللي هي الحموض النووية من النيوكليوتيدات طيب بعدك أستاذ عندي أنواع الحموض النووية مقارنة بينهم هون عاملين بجدول إحنا أنواع الحموض النووية نوعين اللي هو الـ DNA حكينا والـ RNA طيب الاسم أول شنقارن من حيث الاسم الـ DNA هو حمض نووي رايبوزي اللي هو سكر سكر خماسي سكر شكله خماسي منقوس الأكسجين اللي هو ديوكسي رايبوز نيوكليك أسد والـ RNA اللي هو حمض نووي رايبوزي عادي مو منقوس الأكسجين كامل الأكسجين بسميها رايبوز نيوكليك أسد تمام؟ هاي ديوكسي رايبوز نيوكليك أسد ما يدخل بالاسم الإنجليزي عدل الأنواع قلت لك الـ DNA نوع واحد الـ RNA ثلاث أنواع اللي هي mRNA, tRNA, rRNA mRNA اللي هو مسنجر RNA اللي هو الرسالة أو الرسول وهذا من يحدث له الترجمة فهو مترجم الرنة اللي هو transfer أو translate الرنة هو الناقل أو بسميها المترجم يعني هو اللي بقوم بالترجمة هذاك من يحدث له الترجمة هاذ الذي يقوم بالترجمة والـ RNA اللي هو الرنة الريبوزومي اللي هو موجود في الريبوزومات طيب عدد السلاسل الـ DNA سلسلتين الـ RNA غالبا سلسلة وحدة ولكن في بعض أنواع الفيروسات بيكون الـ RNA سلسلتين قلت لك الفيروسات ما فيها DNA الأهمية أهمية الـ DNA نقل الصفات الوراثية من الأبالة للأبناء يعني هو يعتبر المادة الوراثية الـ RNA وظيفته الأساسية لها دور في تصنيع البروتينات تحت الخلية هذه بالنسبة للكائنات اللي فيها DNA طيب الكائنات طيب الكائنات اللي ما فيها DNA هي تعد ما الدوراثية للـ För Helium المحلات الانتج 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 الانت اليورسل في الدي ان اي واليورسل تحل محل الثايمين في الار ان اي تمام تمام كله حكناه وشرحناه انا بس افرجه فيك كالعالدوسية عشان لما تيش تدرسها تشوف الحك كله كاتبينه نيجي نحكي على مكونات النيوكلوتيد من ايش بتكون النيوكلوتيد يتكون النيوكلوتيد الواحد من مجموعة فوسفات بي مربوطة مع سكر رايبوزي خماسي هاي مجموعة فوسفات مربوطة مع سكر رايبوزي خماسي 1 2 3 اربعة خم نغير وحدة هيك عملنا سوداسي احنا خماسي هاي 1 2 3 هاي 4 هاي 5 تمام اذا فوسفات مربوطة مع سكر رايبوزي خماسي هاي صار شكله خماسي مربوطة مع احد انواع القواعد النيتروجنية اللي هو اذا كان دي انا اي اما بتكون او تي او سي او جي واذا كان ارن اي اما بتكون اي او يو او سي او جي فاذا النيوكلوتيد في الدي انا اي بارة عن فوسفات مربوط مع سكر رايبوزي مربوط مع ا او تي او سي او جي طب النيوكليت في الأرن إيه؟ فوسفات مربوط مع سكر رايبوزي مربوط مع أحد القواعد الناتجنية A أو U أو C أو G واحد منهم بحكية تصنف القواعد الناتجنية إلى مجموعتين رئيسيتين مجموعة الأولى البيرينات وهذه بتتكون من قواعد الناتجنية فيها حلقتين إحدهما السوداسية والأخرى خماسية سوداسية مربوطة مع خماسية تمام؟ هاي سوداسية وهاي خماسية وتضم القاعدتين لجوانين لرمزها G والأدينين لرمزها A أما أستاذ النوع الثاني البرميدينات البرميدينات وهي القواعد الناتجنية التي تتكون من حلقة واحدة بس وبتكون سوداسية حلقة واحدة بس وبتكون سوداسية وتضم السيتوسين السي الثايمين التي وأبيضdlesIL U التي بالDNA وأيضاً عنها U بالRNA شو باقل لي أستاذ بعد هيك ترتبط النيوكليوتيدات طلاق ترتبط النيوكليوتيدات المتتابعة إيش عن المتتابعة؟ يعني مش اللي يقبال بعض اللي ورا بعض في نفس السلسلة الوحدة هاي السلسلة الوحدة هون نيوكلوتيد 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 ترتبط هاي النيوكلوتيد مع بعض من خلال روابط فوسفاتية ثنايية الاستر سندرسها لاحقا بالتفصيل باذن الله شو بيقول لي بعد هيك تكون جزئية الدياناية الواحد من سلسلتين تلتفان ما معنى على هيئة سلم الحلازوني مزدوج هيك سلسلة والسلسل المقابلة هيك تمام سل محلزوني مزدوج إذ يرتبط النيوكلوتيد في السلسلة اللي على اليمين مع النيوكلوتيد في السلسلة الأخرى المقابلة له من خلال روابط هيدروجينية إذن هاي سلسلتين يقبال بعض اللي هو فكناهم من ناشى هون نيوكلوتيد وهون نيوكلوتيد 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 النيوكلوتيدات اللي ورا بعض من خلال روابط فوسفاتية ثنائية الإستر طب الروابط اللي قبال بعض من خلال روابط هيدروجينية إذا كانت A و T رابطين وإذا كانت C و G ثلاث روابط هيدروجينية هذا الحكيم برضو حكينا اللي هو سألت لكيها إنه في الـ DNA ترتبط القادة ناتوجينية A في السلسلة مع القادة ناتوجينية T في السلسلة المقابلة من خلال رابطين هيدروجينيتين هاي سلسلة وهاي سلسلة هون عندي الـ A هون عندي T بينهم رابطين في جزئة DNA بترتبط القاعدة الناتوجينية G مع القاعدة C في السلسلة المقابلة لها من خلال روابط هيدروجينية نوعها هيدروجينية وعددها ثلاث هناك نوعها هيدروجينية وعددها ثنتين إذن نفسي إشي هاي السلسلة وهاي سلسلة إذن السلسلة هاي فيها نيكروتيد G السلسلة المقابلة فيها نيكروتيد C وبينهم ثلاث روابط هيدروجينية طيب معلومي وراشه بقولي في ال RNA يوجد القاعدة الناتوجينية يوراسل U بدلاً من الثايمين إذن الثايمين DNA يعوض عنها باليوراسل بالRNA بحكيلي تنتج أنواع الRNA الثلاث اللي هو مين أنواع الRNA الثلاث اللي أخدناهم بالجدول المRNA والتRNA والرRNA تنتج من خلال نسخ الDNA وهي النسخ بتصير بالنوة ما حدرستها لاحقاً بإذن الله تعالى وكل نوع أخدنا شو وظيفته المرنية شو اسمه والتRNA شو اسمه والرRNA شو اسمه والثلاثة بينتجوا من خلال نسخ الDNA يعني هو فعلياً ما بيكون موجودات هو فعلياً عندي الDNA وأنواع الRNA يتم إنتاجها من نسخ الDNA بتأخذ كوبة عن الDNA بتطلع عندي أنواع الRNA الثلاث بداخل النواهب السل العملية ورح ندوسها لاحقاً بإذن الله في عام 1953 حكينا توصل لعلمان واتسون وكريك كريك ما تنساها كريك الأرض تمام واتسون وكريك علمان اثنين توصلوا لايش؟ توصلوا لاكتشاف نموذج جزئي الDNA وعملوا نموذج بشبه شكل جزئي الDNA وانا لا على جائزة نوبل في الفيسيولوجيا والطب لهذا الاكتشاف يجي وراهم عالم تشارغاف شو حكاية تشارغاف؟ وضعها قاعدة وسمعها على اسمه كيف هو؟ بدي يسميها على اسمه لأنه هو الاكتشافها إذن وضع العالم تشارغاف قاعدة سمعها قاعدة تشارغاف تبعته شو اللي قاعدت تريد أن تحكيلي؟ هي نسبة البايورينات إلى نسبة البرميدينات في الDNA دائما ثابته اللي هي 50% لكل منهما 50% للبرميدينات و50% للبايورينات أي DNA في 50% بايورينات و50% البرميدينات ليش أستاذ وذاك بحكيك؟ لأنه البايورين يرتبط دائماً مع البرميدين المكمل له في السلس المقابلة هلأ البايورين لو إجينا على الA مين البرميدين اللي بيكمله لهو الT البايورين الجي مين البرميدين اللي بيكمله هو السي فدائماً بكونوا نفس العدد مثال هلأ نشو المثال احتوى جزء الDNA على 34% أدينين اللي هي الA فهذا يعني نسبة الثايمين لأنه الA دائماً مع الT والS دائماً مع الG إذا الA أدينين 34% إذا الثايمين كمان 34% لأنه مربطات مع بعض فنسبة كلايهما معاً 68% المتبقي هو 100% ناقص 68% المتبقي هو 32% 32% لمن؟ للG والC هي نسبة لقوانين والسايتوسين اللي مربطات من بعض كل واحد بتكون فيها 16% 16% لقوانين 16% للسايتوسين الثنتين مع بعض لهم 32% ومجموعهم كلهم الأربعة الA والT والC والG 100% شو بيقول الأستاذ يتضح مما سبق في المثال السابق نظن على المثال إنه نسبة أنواع البيورينات اللي هي الادينين والالقوانين الادينين 34% والالقوانين 16% 50% هيا ثابتة ونسبة أنواع البرميدينات اللي هي الثايمين مع السايتوسين الثايمين 34% والسايتوسين 16% هيا 50% إذن دائماً نسبة البيورينات إلى البرميدينات الثابتة وهي 50% لكل منهما وهذا ما نص عليه تقالي تشارجاف وحكينا كمان انه لكل سلسلة في الديان اي الجزيء الواحة بتكون من سلسلتين لكل سلسلة نهاية تام او طرفان طرف او نهاية بسميها ثري براين هاي لانه ضرت الكربون الثالثة بالسكر مربوطة مع الأو اتش والنهاية الاخرى تسمى فايف براين لانه ضرت الكربون الخامسة في سكر الريبوز مربوطة مع الفوسفات وجزي الديان اي بتكون من سلسلتين بالتالي لانه بتكون من سلسلتين حيكون في عندي اربع نهايات السلسلة الأولى امتدادها من 3' إلى 5' ها نهايتين السلسلة الأخرى المقابلة لها يكون امتدادها العكس من 5' إلى 3' إذن دائما هيك إذن تكون امتداد السلسلة الأولى من 3' إلى 5' والسلسلة المقابلة يكون امتدادها بالعكس من 5' إلى 3' سؤال عندي سؤالة نحلهم طيب السؤال الأول شو بحكي لي في جزي DNA 300 نيوكلوتيذ هذا العدد التوتال وكان عدد القوان الناتروجنية من A 120 كم نسبة السي؟ إذا A تساوي 120 معاة T كمان تساوي 120 إثنتين على بعض 240 فبنحكي 300 ناقص 240 تساوي 60 الستين لمن؟ للجي والسي نصها للجي ونصها للسي إذن 30 للجي وثلاثين للسي هلا هو ما سألني كان عدد السي هو سألني ما نسبة السي عدد السي 30 فالعدد داك تحولها النسبة قانون النسبة شو بساوي؟ نسبة القاعدة اللي بدك إياها على عدد القاعدة على العدد الكلي ضرب 100% ليش أنا راح أضرب 100%؟ لأنه من عدد داك تحول النسبة والنسبة لازم تكون مئوية فإذا لازم تضرب 100% لو من نسبة لعدد بشيل 100% قلناها بالشرح طب نسبة القاعدة أنا أبدأ أطلعها عدد القاعدة كان طلع معايا 30 فتحكي لي أستاذ 30 نسبة القاعدة أنا راح أطلعها عدد القاعدة اللي هو 30 على عدد الكلي 300 ضرب 100% الصفرين تعون المية بروح مع الصفرين تعون ثلاثمية بظل 30 على ثلاث 30 على ثلاث يعني عشرة إذا نسبة القاعدة سي تطلع عشرة بالمية إذا نسبة القاعدة سي عشرة بمية ونسبة القاعدة جي عشرة بالمية إذا الـ 22 على عشرين بالمية كم ضل الأي والتي إذا الأي حتكون نسبتها 40% والتي حتكون نسبتها أربعين بالمية والسي اللي إحنا طلعناها عشرة بالمية والجي حتكون عشرة بالمية لأنه زي السي سؤال الآخير هون عندي في جزي ديان اي 400 نيوكليوتيد وكانت نسبة طلاع هون سؤال عطائي نسبة نسبة ال-A 15% فما عدد السي هذا السؤال لك تحول من نسبة العدد ما بتغروب 100 بتحكي لي أستاذ إذا النوع ال-A 15% ال-A 15% معناته ال-T 15% الثنتين مع بعض 30% بنحكي 100% ناقص 30% وتساوي 70% 70% نصها لل-C نصها لل-G إذن C 35% وال-G 35% طيب هاي طلع نسبة ال-C نسبة ال-C 35% كم عدد ال-C القوم اللي بيحكي لي نسبة القاعدة اللي بدي إياها يساوي عدد القاعدة اللي بدي إياها على عدد الكلي وهونا ما رح أضرب 100% لأن السؤال من نسبة العدد من نسبة العدد ما بضرب 100% ب100 نسبة القاعدة اللي بدي إياها C السي كم طلعت 35% بالمئة بنحكي 35 على 100 وتساوي عدد السي أنا بدي أطلعها على عدد الكلي العدد الكلي 400 السؤال أعطاك العدد الكلي 400 هاي 400 وما بضرب 100% لأنه هو السؤال من نسبة العدد ضرب تبادلي فخمس وثلاثين ضرب 300 ضرب 400 أنا بعدني على العدد السؤال اللي فوق نتبهوا أستاذ السؤال فوق كان 300 سؤال تحت في 400 تمام طيب ضرب 400 تساوي عدد سي ضرب 100 عدد سي ضرب 100 قسم هون على 100 وقسم هون على 100 المئة مع هاي من المئة هاي بتروح الصفر هاد صفر هاد مع صفر هاد صفر هاد بروح 35 بأربعة 35 و35 سبعين وكمان 70 140 إذن عدد سي بطلع 140 عدد سي يساوي 140 إذن الأربعمائة نيوكليوتيد عدد سي فيهم 140 من الأربعمائة عدد سي 140 عدد جي هيكون كمان 140 طيب إذا عدد سي 140 وعدد جي 140 مع تنتيمة بعض 280 كم بيضل؟ بيضل 120 إذن حيتكون 60 للأ و60 للتي بس هو ما طلبهم هو طلب بس عدد سي عدد سي طلع 140 قاعدة الوصول إلى القمة صعب ولكن المنظر من الأعلى يستحق المحاولة حاول تصل دائما بالمحاولة بتوصل لكل إشي أستاذ خليك واطق بنفسك هيك إحنا خلصنا مادة تأسيس درسها كويس رح ننزلكم بعد فترة إن شاء الله اختبار مادة تأسيس تختبر حالك وبننزل الأجوبة عشان كمان تصحح لحالك وبعد هيك إن شاء الله بنفوت بالمادة الرسمية للتوجيه بإذن الله تعالى يعطيكم ألف عافية ودمتم بخير دمتم متوقعين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله شكرا